بالحديث عن البشرة وكل الشكر لمن أعد وقرأ هذا التقرير ننتقل لحديث عن جمال الجسم بالشكل العام وهذه المرة نصائح متعلقة بالحميات الغذائية لكن السؤال هل العامل النفسي له دور مهم في اتباع الحميات الغذائية والنجاح بها ليس فقط اتباعها الإجابة لدى ضيفتي في الأستوديو أخصائيات التغذية ياسمين رنو أهلا وسهلا فيكي سعد صباحك أهلا فيكي وصباحك يا رب يعني هي اللي بيقولوا أنه نفسيتهم مش مساعدتهم على الرجيمة ما بتدلعه يعني هي فعلا حقيقة علمية هلأ هي حقيقة ومش حقيقة يعني إحنا بالنهاية هو شخص هو اللي بتحكم أنه أنا بدي أنحاف أو ما بدي أنحاف فإحنا لما نحط لحالنا هدف وخطة لازم نحكم مشاعرنا وعائلنا أنه أنا بدي أمش على هاي الخطة هلأ فيه ظروف بتمر معينة حزن سعادة على الإنسان وهذا إش طبيعي بس أنه مش أنا الحزن والسعادة أسمح لها نتأثر على الخطة اللي أنا ماشي عليها أو أنه مثلا أسمح لها مشكلة صارت معاي نحكي أسبوع هلأ أوكي ممكن أخبص أسبوع بس ما بخبص أسبوعين ما بخبص لتأسابيع بهاي الفترة بحكم أنه خلص أنا مرت علي فترة صعبة أوكي ممكن أنجر يوم يومين ثلاثة أسبوع أكتر من هيك لا العامل النفسي كتير مهم كيف أنه أنا إذا أخلي مشاعري هي تتحكم فيي فبالتالي هاي مشكلة وين عقلي؟ المشاعر مش رح تجرنا لأشي جيد رح تجرنا بالعكس لأشي سلبي وسيء جدا إذا انجريت وراء مشاعري وراء والله أنا زعلان أو أنا مبسوط فهذا أنا مش رح أتوقع أنه فيه نتيجة لسيما أنه إحنا هم في عندنا اختلافات أنه في بعض الأشخاص بالسعادة بياكلوا في بعض الناس بالحزن بياكلوا فبالتالي هم في عندك أفكار مختلفة مع أشخاص مختلفين فأنتي كأخصائية تغذية كيف تتعاملين؟ هلأ هو غالب أن الشخص اللي بيحكي لي أنا مثلا أنا زعلان أو أنا مبسوط يعني بالحالتين هو باكل سواء كنا مبسوط أو زعلان يعني مثلا إذا كنا بجمعة صحاب حوالينا ناس منحبهم كتير ومبسوطين رح نسحب كميات خيالية يعني أنت مش ممكن تسحبيها نهائيا باليوم العادي ولو كنتي زعلانة نحكي هلأ فيه ناس لا فيه ناس بكون أنا بتنسد نفسهم عن الأكل بس فيه ناس لا إنهم بحبوا إنهم ياكلوا يفرغوا الطاقات السلبية فيهم هلأ هذا برجع أساسي إنه أنت بدك تتحكم بمشاعرك يعني عندك تفصل المشاعر إشي وأكلي وجسم إشي للأسف الجسم ما بفهم إنه أنا زعلان أو أنا مبسوط بفهم إنه أنت بحاجة لسعرات حرارية معينة زدت هاي السعرات بزيد قللتها بقل وكمان لما منحكي عن العمل النفسي من شق آخر اللي هو عمل الدعم يعني قد أنا كنت موجود في محيط دعمني إني أنا أتبع حمية غذائية يختلف تماما عن بيئة أخرى يمكن بتنفرني من شكلي ومن جسمي ومن وزني ومن أسلوب حياتي هلأ العامة يعني الناس اللي حوالين أممكن تكونوا إلهام عاملين هلأ فيه ناس بتكون تدعمك ويلا أنا بعمل لك سحنة السلطة وأنا بعمل لك الأكل مثلا الأم بالبيت فيه أم لأ تاني بتقولك أنت مثلا البنطلة مش راضي يسكر أنت مثلا مش حلو شوفي صاحباتك شوفي شوفي هلأ الأم اللي بتدعم ممكن أن تكونش أثرها زي الأم اللي ما بتدعم لأنه الأم اللي ما بتدعم ممكن أنها تعمل للشخص ردفع العكسي يعني كيف مثلا أنا لما مثلا أم تحكي لي كلمة سيئة ممكن هاي الكلمة السيئة تعطيني الحافظ أنه أنا لأ بدي أنزل بالوزن أو بدي خلص أنه بدي أوصل لمرحلة أنه لازم أنزل فيها هلأ الأم اللي بتدعم كتير ويلا واعمل وهاي ممكن تعطي لشخص ارتخاء فممكن أنه اللي حولينا ممكن حدا تاني من برة أنه يعطيها هذا الصدمة أنه لأ أنا لازم أنه أنزل لازم نضبط حالي أنا في عندي قصة أم بتروح تسأل على ابنها بالمدرسة فابنها بقولها ماما أنا ما بدي إياك تيجي تسأل عني بتقوله ليه بتقول بقولها لأنه صحابي بيحكوا عننا أمك دبة فأنا بستحي أنه أنت تيجي فتخيلي هاي الكلمة قدي أسرها على الأم فالأم إجت عندي بتقولي أنا ما بدي أنحف عشان أنا بدي أنحف عشان ابني ابني صار بستحي فيه فهلأ أحيانا أن هدول الناس ممكن إحنا يعني لهاي الصدمات اللي احنا ممر فيها ممكن أنها تتوجه يا إما أنه أنا والله باجع البيت بكتأب وبعيت وبتفشش بالأكل يا إما أنه لأ أنا هاي الكلمة هزتني عملت لصدمة فأنا شو بعمل باخد قرار أنه أنا لازم أنزل بالوزن لازم لو شو ما صار أوصل للهدف اللي بدي إياه وبستمر فيه طب كيف ممكن الإنسان يحفز نفسه بهذا التجامل؟ هلأ شوفي لازم يعني أغلب الناس إذا بتسمع قصص الناس الخسر وزن بيكون تعرضوا لصدمة يعني كيف الصدمة مثلا راحوا عمر جايحة ما قبلوا يفوتوا بالمرجاحة زوج مثلا زوجة كلمة جارحة محيطة حولينا يعني كلمة مؤزية شوي حدا إحنا منحبه كتير كتير ومنعتبره إشي كتير فضيع ويحكي لنا كلمة بخصوص وزننا فهذه الأمور ممكن أنها تعمل يعني رد فعل مؤزي جدا للإنسان بنفس الوقت أنه خلص أنا ستوب بدي أوصل لدي أضبط حالي بدي أحط لحالي هدف أنه أنا لازم أنزل هلأ أنا مش معناه أنه أنا الناس الحوالي يصمعوني كم كلمة أنه سقطي بنفسي تنهاز أو مثلا أنه أنا مثلا عندي زيادة 30 كيلو كيف بدي أبلش وأنا مستحيل أني أوصل لا بكون عارف أنه بتقدر طلع قصص نجاح حواليك أو طلع قصص نجاح حواليكي شوفي كل الناس قدرت بيخسروا 30 و 40 و 50 كيلو مش 10 و 5 كيلو نحكي الناس اللي أغلبهم عندهم ينزلوهم إذا هدول الناس قدروا ينزل 30 و 40 إذن أنا بقدر أني أنزل الوزن أنا اللي بدي إياه أوكي رح أواجه صعوبات الناس اللي حواليه ممكن هم يكونوا ناس سلبيين ومصلا يعلقوا أنت عمرك ما رح تنحفي أنت هاي رح تضلك الضلحات أنت لو شو ما نحفتي رح تضلك جهمة وعدمك عريض هاي الكلمات إذا أنا بدي أضلني أسمعي لها فهي بتحبط من عزينتي الضبط رح تصير حتى تلعب بعقل الباطن إنه أنا مش هقدر أنزل يعني بلعب رياضة وبخفف أكل مثلا طب وهون بيجي السؤال ياسمين إذا أنا كنت محبط وفعليا عم بعمل بتبع حمية غذائية وبلعب رياضة وأنا مش عم بحرق هل فعليا السبب بيكون بالجانب النفسي اللي متهضت ممكن أن يكون جانب نفسي بس هو شوفي إذا أنت ماشي على حمية غذائية متوازنة مع رياضة المفروض أنك تنزلي أنا ما نزلت وهاي حالات كتير بتصير يعني بيكون عندي مشكلة بالجسد يعني سواء عندي مثلا أمراض غدة مثلا عندي نقص فيتامين دال مثلا أن بأخذ دواء كورتزون هلأ هاي الأشياء بتساعد فأنا بروح الناس مختصة ما بترك حالي لحالي بعدين أنا لما بدأ أروح مثلا أقرر أنه أخفف وزن يعني أنا جد بنصح الناس أنهم نروح الأخصائيين تغذية إحنا نوجدنا عشان نساعد ونعطي حافز يعني أوكي إحنا بس بنعطي برامج ونعطيكي بوش لقدام أنه أنت ممكن هاي بنعطيكي تجارب ناس عندنا نحفو فأنت لما تيجي عندي وتاخدي هاي الدفعة وتاخدي تشوفي أنه في ناس نزلت وهذا الشخص مثلا الأخصائي نفسها مثلا نزلت بالوزن أو زادت بالوزن أو مثلا هاي الأخصائي بتتابعيها على صفحتها على الفيسبوك أو مثلا عن سنابشات نزل لك أكلات صحية بتنزل لك تجارب بتنزل لك أنه هذا الشغلة كتير بتعطيك دعم لقدام إنه ممكن لو عكيت شوي لو ازعلت شوي رح تاخدي قوة ورح تقدر تستمر من أول وجود طبعا لأنه فيه بالمقابل بعض الناس اللي بيكون هو فعليا صار عنده الرغبة والحافز أنه هو بده يضعف معني إنه ينزل بينزل بالضبط في بعض الناس وفي بعض النظريات ويمكن تكون هي مش صحيحة لأنه هي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أنا بمجرد ما سجلت في الجم ووجبت النظام وسجلت في اشتراك حسيت حالي صرت أخص وأنزل وزنة على طول بالضبط هي العامل النفسي كتير كتير مهم يعني وحتى أنا بقول لها زبعيني رح تمر عليكم فترات أولها رح تكون بتحمسين ويايو بدي أنزل بأسجل بجم وبيدي أروح وبيدي وبيدي بتمر هالفترة وبتنزل أول شهر أول شهر الكل بيكون متحمس ويعني وشو بالسماء وبنزلها ستة كيلو وشو بلاقيهم غير شكل هلا على الشهر الثاني ببلش شوي على الشهر الثالث ببلش خبص بقول لك أنا خلاص زهقت ما بدي النظام الغذائي والرياضة هاي مش يوم ويومين هذا أسلوب حياة هذا أسلوب حياة أثنين أنا بنقي أي شي أنا بحبه يعني مثلا كل يوم أنت مثلا برجيم لازم تاكل صحيح نسلطة بروح مثلا بختارولك السلطة اللي هي الخيار وبندوريا ونحكي خس طب يعني أنا وحدة من الناس مثلا ما باكل خيار ما بحبه فبكون عندي بدائل جرجير مثلا بحط درع بحط ملفوف أحمر بحط يعني يعني مكونات انفليفلة حلوة مكونات أخرى يعني مش ضروري أنا مثلا أنا إشي ما بحبه أجبر حالي إنه لازم أعمله بس من نفس الوقت الخيار الثاني يكون صحي مثلا أنا ما بحب رياضة الايروباك بروح مثلا بسجل السباحة بروح مثلا بنط بس عم بروح بسجل زنبة يعني في خيارات مش أنا أضغط حالي بوضع هو يعني بعتبره أنا إشي تقيل دم وزنخ ويا الله فإنت كمان لما بدك تعمل رجيم بدك تشوف شو اللي بتحبه شو اللي بالنسبة إليك ما لقدام تزهقه يعني مثلا بقول لك كل يوم جاج طب الجاج إنك تحطيه مسلوء تقدميك ووجبة مأساة يعني مين دياكل ووجبة جاجة مسلوء الحال بدون بهار بدون ملح فهي مشكلة ممكن أنا الواحد ينوع بالبهارات مثلا ممكن يوم تحط على بهار الفهيتة ممكن تاني يوم تعملي نحكي شرائح زي المسخن مع سماء ممكن تالت يوم تعملي مشوي يعني ممكن صانية فهي أنا عندي جاجة عم باكل وأنا مستمتع مش إنه والله حاسس إنه بالضبط فهي الفكرة أني أنا أعمل شكل لحياتي بزقون صحي وبكميات محدودة وفي مجال إني أستمر فيه بعدين أنا لما بدي نقل حمية أنا أعمية منطقية يما أنا أعمية ما فيها خبز ورز وبعدين يعني سؤال تتروح على فرن شو مريحة الخبز وإنتي محروم من خبز ورز شو بدي يصير فيك تحباكي مريحة تروحة تشتريح وتاخدي كيلو مش نحكيك ماشا فهو الواحد ينقل إشي منطقي إشي أنا بقدر أستمر عليه ممكن أقطع حالي عن خبز والرز أسبوع أسبوع شهر يا ست سنة بعدين إحنا مجتمع يعني من نحكي إن نعتمد بشكل أساسي على خبز والرز تحفظ أو أسلوب الحيالي يعني حتى لو أنت ما بتحب الخبز والرز واللي حوالك كل يوم باكل خبز والرز كل يوم كل يوم بمرحلة معينة خلاص رح تصيري تاكلي فالواحد دائما يكون منطقي مشاعري كتير مهمة بس مش هي اللي تتحكم فيي أنا لازم أتحكم أنا جسمي هذا بدأ أفهم إنه طبيعة جسمي كذا كذا مش مالله أنا أقارن جسمي بوحدة صديقتي أو مثلا بالتلفزيون فإنه أنا شو برضا على نفسي أنا كيف حب أن أشوف حالي ولازم أكون عنده ثقة بالنفس يعني أهم إشي أنا فايت على حمية أنزال بالوزن وأنا ما عنديش ثقة إنه أنا رح أنزل ثلاثين كيلو كيف ده أنزل إذا أنا نزلت ثلاثين كيلو نحكي وبدأني أشوف حالي ناصحة وما أنجزت طب شو يعني مش والله أنت أجيت حكاتي لي أنت نحفانة وحلو بس وجهك كتير نحفان مش حلو هيك ما بسمح لهذه التعليقات اللي نحكي الجارحة اللي ممكن تهبط معنوياتي مثلا لما أنت تيجي تقول لي نحفت وم أحلاكي بس وجهك مش حلو شو رح يصير فيك لح تصير تقول لي لا أنا أنصح فمتل راضي حالنا إنه نصح بطلدك توصي تكمل الهدف اللي أنت حاطتي لحالك فلا الإنسان يعني يكون منطقي يكون واعي يكون ثقة بنفسه أهم إشي الثقة بالنفس وأنه يكون دائما إيجابية إحنا كده نتشكرك يسمين على هاي المعلومات الحلوة وهذا الحوار اللي كان عريب من الناس وعريب من تفكرهم أكثر طبعا لا حدي عمد يكون واقع أنا دائما بقول البرامج الغذائية بتاخديها من عندي ومن عند أي مركز أو من أقول لك أحيانا ما باخدوهم لنك يعني إذا أنت عم تاخدي بس برامج هاي البرامج أي حدا بقدر تطبقها بس العامل النفس الاستمرارية وأنك تقدر هو الأهم والأفضل وبكل تأكيد منتمنى أنه إحنا كتير حكينا عن أنظمة غذائية منتمنى من المشاهدين تكون وصطلهم المعلومة ويكونوا استفادوا أكيد إحنا نتشكر وجودك معنا اشتركوا في القناة